السلام عليكم اليوم راح نطيكم محاضرة بالجنرال سيرجيري شوية طويلة بس تونس يعني تاخذ لك فد زين جولة جولة في سامع انت بيها يعني سامع بالنيزل ديفياشن للنحراف سامع بالإبيستكسز الرعاف سامع بالبوليب الزوائد اللحمية اللي موجودة سامع اكو sometimes nasal discharge مارات يونيلاترال او بايلاترال مارات بد اودر زين ايضا سامع بيها وش اسبابها اسباب تغير حاسة الشم شوف واحد عدة دايما يشتم روائح زين كريهة واحد يفاقد حاسة الشم يعني اليوم ناخد جولة في ساين او سيمتم اور با نوز ام بارانيزل ساينوس وانت تعرف هس احنا بزمن الكورونا زين كوفيد ناينتين واحدة من الاعراب زين وحدة من الأماكن مفضلة للفيروس زين يعني الي يقضي الاستجمام مالتا وين يقضيها يقضيها بالنوز AND P النوز أول ما يقعد يقعد في هذه المنطقة منطقة باردة منطقة صالحة للاستجمام فتشوف الفيروس كوفيد ناينتين يقعد لي بالنوز والبارانيزل ساينوس زيان؟ هو بس هاي احنا عايزنا يعني عدنا امراضه هاي اجه هسه هو تشملها علينا اوكي فسنو السمتم اللي نسمعها اقولها علاقة بالنوز والبارانيزل ساينوس نسمع بالنيزل اوبسركشن انسداز بالألم او عده نيزل ديستشارد تطلع في السوائل سواء كانت ووتري او ميوكويد نيزل ديستشارد تشوفها بالكمان منطقة من تنشل تطلع ديستشارد عندك مثلا اللي هي يعني يما تطلع عندك سوائل من الأنف من الفتحة الخارجية أو سوائل تنزل تنزل على بالفم مالتك أيضا سامع بالرعاف الإبيستكسيس هي تغير بحاسة أو فقدان حاسة الشم هدك سنورنج الشخير كلهين عبارة عن Symptoms of the disease of the nose and the paranasal sinus نجي ناخد أول symptom اللي هو nasal obstruction انسداد الأنف هي عبارة عن obstruction بالairway ممكن bilateral انسداد كله ممكن جهة وحدة ممكن يروح ويجي أو زين depending on positions واحد من ينام أو من يقعد يصير عندها nasal obstructions ممكن complete انسد خشمة ممكن partial يستمر أو متقطع اوكي acute or chronic يروح ويجي أو acute هذا هو هذا هو النسل نسل أو يسمى نسل نورمال وهذا هو نورو أو نسل نسل كيف تفهم النسل ممكن ممكن عبارة عن structural بالcomposition أو الاتومical structure of the nose ممكن mucosals ممكن يكون mucosals ممكن structural and mucosals اوكي هذا يعني خنقول تعريفة structure أو الكوز اسمالتها ديوتا مفلان adenoid enlargement of the lymph node بالposterior بالposterior of the nasopharynx أو deviated nasal انحراف انحراف هذا nasal septum nasal septum انحراف يصير بي أو mucosal thickening of the mucosa of the nasal cavity مثل due to the swallowing congestion احتقانات خاصة من سعيد acute rhinitis والالرجي mixed structural and mucosals يعني تلقى rhinitis rhinitis وياها poly أو hypertrophy terpenates طبعا التيربينات هي عبارة عن conca هي عبارة free terpenate superior terpenate أو superior conca middle and inferior conca اهل الـ ENT يستعملون التيربينات بدأ الconca هذا nasal hypertrophy سعير بيها ذي hypertrophy ايضا انسداد ممكن mixed structure and the mucosal or mixed what are the causes of the nasal obstructions ذي nasal disease causes nasal obstructions common cold اعتبروا common causes بالنزل الالرجي second common causes cause chronic endricerrant اللي يصير عندهم دايما انسداد هو causes malta هو الالرجي اكبر شيء and common cause of chronic nasal by children الاطفال هو الالرجي او sinusitis او الادينويد طبعا من common sinus infected هو maxillary air sinus وتعرفون maxillary air sinus opening malta الوحيد opening malta صغيرة up او superior كل ال paraneasal sinus الفتح حمالة صغيرة بال بالاور part وكل هن السيكريش مات كلها تروح بالنيزال cavity شوف من يصير infections infection زين accumulation of a pass يصعد يوصل للفتح يلا زين يصير nasal discharge او ممكن common cold allergy او ال causes of nasal obstructions in general انقسم ياما causes بالنوز ياما causes بالنوز ياما causes بالساينوس او causes بالنيز وفاريكس ثلاث اماكن يعني انا تملك الماقبل شين الكوز بالنوز اللي سوينا nasal obstructions كونجينتول كونجينتول كونيل التريجية يعني التتحة الخارجية مال النوز هي بيقة تروما سابتال هيماتومة فورين بادي اريتان تفيوم راينايتس اللي هي اكيوت اور كرونيك بادي كل هين شاكو ديزيز او causes بالنوز ممكن يسوينا او specific راينايتس اكيوت اور كرونيك وال كرونيك سبسيفيك او نال سبسيفيك نال سبسيفيك هايبر اتروفي او سبسيفيك جرانيولوماتر اللي هي باسيكليروما دا شوف اكو سيكليروما نوع من الكرونيك او جرانيولوماتر بالنوز بادي الكوزز او بنوز اللي سوينا نيزل افتركشنز هي كونجينتال تروما اور راينايتس البوليب زواد اللحمية ال نيزل دبياشن الانحراف نيزل الاليرجي لتيومر كلها هايا كلها سوينا الدزيز اللي سوينا من الكوان من الاليرجي من البوليب كلها شو سوينا سوينا نيزل افتركشن causes of the نيزل افتركشن due to their nose او causes بالنوز او causes بالساينس اي اكيوت او كرونيك ساينوسايتس التهاب جيوب سوى كانت اكيوت مزمن او او اكيوت ممكن يسوينا اه اه يسوينا نيزل افتركشنز او الكوزز بالنيزوفاريكس وخاصة بالشيليدرين الشيليدرين سيعدهم a large of the length مثل التونسل بس بدالما موجودة on each side of the oropharynx لا موجودة بالبوستيريال وال نيزوفاريكس يعني بالبوستيريال وال الفاريكس شوفها تسد مجرى التنفس فالطفل يتنفس من الفم مالك بالنيزو بالأدينويد نيزوفارينجيال angiofibroma زين مليانج او نيزوفارينجيال كارسينوما هاي دنشوف بس هذا عبارة عن الفلور of the nasal cavity the floor of the nasal cavity زين و هذا الوال of the nasopharynx و دنشوف بي tumor بالنزل بالوال of the nasopharynx اللي سوين nasal obstruction فمن القوز of the nasal يأما دزيز بالنوز او او دزيز بال قوز بالسينوس او قوز بال nasopharynx يجينا مرات complaint يقولك اني دايما عدي nasal obstruction يعني متعايش باية فشن الكوز زمال احنا مو قلنا مرات unilateral مرات bilaterals مرات intermittent يروح الى جي مرات زين مرات كرونيك شن الكوز بالتشير درين ادينويد متقبل الغار هاي قلت لكم swallow lymph node بال posterior wall of the nasopharynx تمان كوز بالتشير الليرجي chronic rhinitis يعني الاسباب موجودة بالسينوس hypertrophy مثلا besterminated او deviated بالنازل او nasal polyp or tumor this is the five او eight causes اللي يسمون chronic nasal obstructions طبعا المنجمنت دايما نقول المنجمنت نبدو بالهيستري الدايجنوسيز clinical investigations وبعدين يلا التريكم يعني المنجمنت يشمللنا الانبستيجيشن والإجزامينيشن اللي هي clinical examinations سونا اندوسكوب حتى نشوف نيزل بيتنسي فتحة النيزل مالتا ممكن قياسات النيزل orifice نسموها rhino mammometry other investigation x-ray حتى نشوف septal deviation ct scan omri allergy test or biops حدنة يومر فإذن حتى نسوي management لازم نسوي هاي الانبستيجيشنز والكلينيكال examinations وبعدين treated by causes طلع septal deviation سوي العملية طلع polyp الشيلة طلع tumor سوي العلاج and so on okay this is the management of the nasal obstruction نجي على other complaint اللي علاقة بالnose والparanazal هو nasal discharge وهي كل اتنى نعاني منهم نزي nasal discharge لي nasal discharge nasal discharge احنا عندنا من ينش للشخص دائما يطلع عندنا secretion يجوز bilateral أو unilateral اللي هي less common unilateral دائما bilateral زي يأما يطلع من الأمام secretions يسمو anterior أو posterior post nasal تحس أكو secretion ينزل على بالعمك secretion يأما watery أو mucoid أو muco pure من inseride de infection أو blood ناخ بالنفذ بال healthy هذا healthy sinus اللي هي frontal sinus وعدك sphenoid عدك ifmoid وعدك أكبرهم هو maxillary air sinus من يصير inflammation يصير thickening بال wall وسي كريش يروح وين نيزل cavity أيضا excessive mucus secretions فإذن نيزل هو يأما anterior يأما posterior يأما watery أو mucoid أو أو blood شين الكوز من نيزل مثل ما الكوز من نيزل obstructions الكوز من نيزل مفليش دائما نحن عدة حساسية حساسية بالأخشية المخاطية خاصة بالفيرل بالكمان كوز وخاصة الواتري راين 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 الواتري secretions بايلترال هو بايرل وبالكمان كوز بالألرجي أيضا يصير واتري فإذن الواتري يصير عدنا بالكمان كوز وبالألرجي فدائما الكمان كوز واتري وإبعصار انفكشن سكندر انفكشن سير ميوكو بيرولنت من أكو سكندر انفكشن مصد كوز هو الكروني كرين التهاب الجيوب الأنفية مصد كوز وخاصة يطينا فوس نيزل دستشار اللي يعدهم التهاب مزمن بالجيوب الأنفية شوف الدستشار السائل ينزل على بالعومة بالنيزوفارنكس أو أورو فارنكس أوكي هذا اللي يعدهم اللي يعد كرونيك سانساتيس لذلك واحدة من العلامات من واحد عد كرونيكس عد التهاب جيوب أنفية ينزل سال عدك على بالعمال تقوى بينما الكمن والألرجي يطلع من قدام من التحة الأمامية إذن ماذا هم المثال من التحة قلنا إذا بايلترال أو يونترال موس كمان هو بايلترال ألرجي وراينايتس وكما كور بني كمان كور اليونترال من عندك دستشارج من صفحة واحدة هذا موس كمان هو سيربرو سباين الراينوريا يعني السائل الأذياب اللي هو السي أس أف وهذا ممكن أكو في السيولة أكو تعرفون إنه السي أس أف موجود ما بين المنجيز اللي هي ما بين البيامتر والأراكينويد ممكن يصير فسيولة ويطلع ممكن يصير الفركتشر بالروف أو نوز ويطلع على شكل راينوريا أو سي أس أف فسيولة أوكي الوينترال رير كل أوكي زي عندك البايلترال تخليها بالك ألرجي وكما كور الوينترال هو سي أس أف أو أكو يوني لترال فاول سميل دستار ستعدك ووتري إذا بايلترال كما نقول ألرجي إذا يوني لترال سي أس أف بس ما بي ريحة بس عدنا مرات عدك يطلع من أحد فتحات الأنف يوني لترال فاول سميل دستار سوائل بها ريحة زي فاول بها ريحة غير مرغوب بها هاي بالتشيلدرال دايمن نلقى فورين بادي مخلي لها مدخل لتشيلدرال فورين بادي ونسيها فترة طويلة فيطلع ما يعد أو عدك أنترال فسولة زي أنترال فسولة أورو أنترال فسولة أو مكزيل يطلع عندنا زي أو دينتال أورجين عدك توف أبسس أو عدك كيريز تعرف أنه المكزيلري هي العلاقة فالريحة هاي الفاول ممكن هي الأورجين مالها أو سماها دينتال كوز فانقال انفكشن اللي هي بيلاترال أو ماليجننت تيومر وموجود بالنوز وموجود بالبراني ممكن يسوي لك زي الفاول فإذن الفاول ديشار فور بادي فسيول مكزيلري أو فانقال أو ماليجننت تيومر إذن أخذنا فالموضوع المهم هو النيزل وبعد والنيزل ديشار الموضوع الآخر اللي هو البيستاكسيز اللي هو البليدين نوز هذا البليدين نوز هو هيموريج من النوستر أو نيزل كيفتي أو من النيزل فاريكس من النيزل فاريكس هذا يعتبروه هاي البليدين واحدة من الامرجنسي كيسيز لأنه كل واحد يصير عنده بليدين من نوز يسوي ناقزائي هم بالبيشين وهم بالكليشين يليس يعرف السبب ليش يصير أبيستيكسيز مص كمان بالشيليدرين والأدوليسين هو إديوباثيك من الليتل أري وهذا يعرف ليش وهذا طفل عده أو شاب عده أبيستيكسيز رعاف سهلة هاي زين مص إيزي ستو بالأدوليسين وعده أبيستيكسيز لا نتفكر عده هايبرتنشيز ونفكر عده بوستيريار أبيستيكسيز لأنه عدنا توا تايب عدنا انتيريار وعده بوستيريار فمن واحد عده أول أبيستيكسيز نزف يطلع من الأنف مالتا انتيريار ومورا تلا أكون نزف بس وين يروح يروح ينزل على البلع ونسميه بوستيريار هذا الانتيريار اللي هو موست كمان دين هذا سبب مالتا تروم أو بيكينج وحد يلعب بخشمة وأكون عندنا هنا بلكسس نسميه كايسل باك بلكسس هسا نعرف شنو هابا البلكسس هي عبارة عن نسموس ستة أو خمس آرتري هسا نفكرها بالسلايد الثاني هابا وين يشوف الانتيريار نوز بليدين أو بيستيكش بيشيلدرين أن أدوليسان اوكي بال النوع الثاني بالأبستيكش هو بليدين اللي هو لس كمان هابا موس كمان وهابا أسوشيات بهايبارتنش أو أفروسي كليروسي تصلوا يوشولي إن بألدير هنائه لين وطو بلكسس بالنوز موجودة أنتيريار يسميها كايس الباخ بلكسس و بوستيريار يسميها ودروف بلكسس عبارة عن نسموس مور دان وان آرتري التايب ما تم في المجنة أنتيريار وبوستيريار ومراتي يضيفونها سوبيريار الانتيريار بالليتر آريا هاي اللي هي عبارة عن أنتيريار بارت وين اللي تل آريا أنتيريار إنفيريار بارت نيزل سبتم أنتيريار إنفيريار بارت هذا السايت أو أنستيموس اللي سايت دام يسير بليدين ولذلك تشوف أي واحد يلعب خشم وهي صارت وينما كان تشوف واحد يلعب خشم وتعرفون هو الحمد لله والشكر بالسيارة بالشارع الإدرال موجود ويفتش على الشيء أصور من نطقتكم المحاضرة ما لننيزل كذلك بالثاني أو صور طلعت لكم إياها وتتذكروها أصور هذا الأنتيري مور إزي هذا منطقة الليتل آرية هاي المنطقة الليتل آرية أو يسموها كايس الباخ بلاكسوس جاي من أنستيموس أو فور آر تري سفينو بلتان آر تري اللي هو آر تري أو هم آر تري سوبرير ليبل طبعا سفينو بلتان آر تري دي سوبرير ليبل آر تري أنتير إفمويد آر تري جريتر بلتان آرتري شوية انتعبكم مني برانش أوف وات يعني مينو بلتان آرتري برانش أوف مين يجي سوبيريار ليبل مين يجي انتيريو مين شوية آنتومي التعبون نفسكم وخاصة للي يعشقون الأناتومي اكو ناس تعشق الأناتومي فياريت يطلعون هاي البرانش مين جاي من يا آرتري هاي كلها انتيرياري بوستيرياري آرتري خاص إله اللي هو هاذا سفينو بلتان آرتري اللي هو موس كمان آرتري سبب اللي بليدي أو برانش خاصة زيين بالهاي برتانس مرات سوبيرياري يجي من الأثمويد تعرفون احنا عدنا انتيريار اثمويد الارتري و بوستيريار زيين جوان موجودة بالسوبيريار بالروف الكمان من هو الانتيريار يجي ورع البوستيريار بالأولف ايج و السوبيريار لس كمان وات هر دي كوزياري شين الكوزياري بذيكسي رعاف ماني ملتبل زيين كوزياري يبدي بي لوكال لوكال يبدي بي لوكال او كي اللي هي او جنرال الوكال لوكال وين يا عموة بالنوز كوزيز بالنوز أو بالسينس أو بالنزل 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 إديوبافيك سلعة ترومة هوت وذر دنيا حارة كلش أو مشتغل شغلة قوية كلش تعبان سير عدة إديوبافيك يسمون بالنزل ترومة بالنزل بيكينغ راينيتس بالكمان كول والتيومر أيضا نسوينا بليدن قوليب و كارسينوما و الدبيات السبتم دينا للنحرف هذا كل الكوز بالنزل بالنزل بالسينس مثل ترومة أو تيومر بال بالنيزوفارنج الادينويد بوس بليدن أي من الشيلا الادينويد عدنا كملكيشن يسمون بوس أدينويد بليدن نيزوفارنجيال زينا أنجيوفايبروم هذا الأنجيوفايبروم أو نيزوفارنجيال كارسينوما بني كوز بليدن بالنوز كوز لوكالي اللي هي بالنوز وبالسينس وبالنيزوفارنج وكي نيزوفارنج و عندنا جنرال كوز أكو لوكال كوز و عندنا جنرال كوز بفليش أبو الهايبارتينش بالالأيج كمان كوز و شنو عمالته فوستيريال و ما في ما قلنا ديفيكال تو كونترول و مور سيريال الدراج ممكن يسوينا بليدن نوز اللي هي الأنتيكواجلنت والساليسيريت بالأسبرين بلد ديزيز الهيموفيلية والبيركرا فيبر هاي فيبر ممكن يسوينا جنرال كوز هاي أتيتيوت هاي أتيتيوت زيين من واحد يسعد إلى مرتفعات أو هورمونال بالمنسرول أو بالبريغنانسي ممكن يسير العام جبت what are the general causes of the epistexis تعرفون مرحلة العام كلش دراخين زيين يابا أنا لي بس general causes من الأول ستشاة عصليين من الأول جاي local شارح لل causes بالنوز أو بالساينس أو بالنيزوف خوالي فأقول لك causes of bleeding أو epistexis زيين أو نيز أو causes أو causes أو بالساينس أنا حدد لك عند أقول لك general causes اللي هو أنت تواجهها بحياتك العملية واحد يجيك hypertension patient وتدت تشتغله أو ماخب دراخ أو عدة هيموفيلية حرارة عالية أوكي هاي كلها يسموها general causes of management ومع دراك من management طبعا أنت هاي تلاقيها يعني أنت بالشارع تمشي وصارع بليدينج يدورون على طبيب بالسيارة يدورون على طبيب مسافر وصار واحد بليدينج يفتشون منه بطبيب طبعا بالبليدينج يطلع لك منافسين هاي تشوف خبرات ونظريات للمنجمة أوبساكسس ما أنزلها سلطان يعني يجيك واحد يقول لك من يسير واحد عدك يرفع راسه وارفع رجليه زين وقالت فليش فوق زين وهذا اللي لازم خشمة وهذا اللي هي فيرس ايد هي فيرس ايد بكل هدوط patient عده بليدينج احسبه عده بليدينج بس هابا البليدينج بالنوس قاعدة متنومة الهيد مالتها lower forward نزل الهيد مالتها ليه قدام مو صعدة ليه وراء اوكي واي عركات يصير عليها لا ياابا صعدة ليه وراء لا ياابا lower forward and the mouth open خاف عده بليدينج posterior mouth open قاعدة راسه ليه قدام ومفتوح البال جيب بيكينج أوبا نوس تلزم الخشم مالتك وتخليها مثل الباك وفضت ما عدك ذني كلهن كم قطعة من الكلينيج وعلى شكل الباك او اي عدك وصلة نظيفة ودخلها بالانف وتبغط على الانف كان ما عدك بليدينج مكان بليدينج واتده تبغط عليه حتى توقف هذا هذا او اي عدك جنرال مجر لا اوالا بعد بغط بيكينج نظيف هوية ثم كواغولان اوالا دائما تبغط على البيان هايبرتنسي بيكينج اوالا هذه جنرال مجر ثم اوالا اوالا اول مرة توقف لبليدينج وسوالا جنرال مجر وبعديا كونترول لبليدينج كم توقف لبليدينج عدك بالنوز اوالا انتيريار اوالا سوبرير ذني اللي هي موس كمان وايزي كونترول يا اما كوتري كوي او سيلبر نايتريت ستك كوي هي كيميكال او الكتريكال كوي كارباو او دائفير بالحرارة او انتيريار نيزل باك ذني ما عدك باك بالانتيريار نيزل اللي هذا باك مرات تخلي بي بازيلين ويا انتباياتيك مفلا كريم او او انتباياتيك هيموستيتيك ماتيريال او ميروسيل ايبا والنيزل بالون ايبا المستشفى طبعا باالون يوقف لك البليد هذا انتيريار الباستيريار هي موس ديفيكال وال الهيبا ايبا ايبا سويدا باست نيزل باك او هيموستيك او باالون ايبا بقى البليد ويروحوا ايجي دائما عليها هذا سويدا اندوسكوب وسويدا كليب الارتري طلع لو سويدا كوتري لو سويدا ligations ligations of the other artery اللي جايه من المجزل الانتيريار يلا يوقف وخاصة بالباستيريار اوكي بالباستيريار اذن تريت باكوز ايضا مثلا احنا قلنا فرس ايد و جنرال مجرز و كنترول الانتيريار والانتيريار و تريت باكوز اذا عدك مثلا nasal deviation one of the causes of bleeding لازم اتعالجي راسم لك هذا الانتيريار تعرفون هسا معظم العمليات هسا المودة الجديدة بالشارع تمشي بالكلية كلها مخليها بلاستر على الانف مالتها طبعا مال في مال اوكي يعتبر نوع من البرستيج نوع من الكشخ نوع المسوي عملية الخشمي عملية تجميل الخشمي بس اللي عده nasal deviations انحراف قوي لا هذا يحتاج عملية بس هذا ما نشوفه مخلي بلاستر لا هذا بالمستشفى مبين مسوي عملية ماذيتة بس احنا عدنا ذول المشكلة الكارفة اللي كلها زين كلها مخليها بلاستر ومخليها زين على الامف مستشفى كلها بس عملية تجميل طبعاً طبعاً هذه صور الفتاحة سباكيولم نشوف بها نورمال هذا من ميدل كونكا هذا من فيريا كونكا طبعاً أكبر هذا تصير بها هايبر تروفي مرات تشوف تبخم نسميها مثل زائدة سبير هايبر تروفي وتكبر إلى أن نسوي نصر أخير شيء أخير شيء بالمحاضرة اللي العلاقة بالنوز هو عدنا لسميل ديس أوردر وهذا هسا حديث العصر هاي واحد عده زين راحت حاسة الشمال وحاسة الذوق رأساً ويا هدك ويا كف ويا فيبر رأساً إن كوفيد ناينتين أو كورو فهذا هسا حديث الشارع اللي هو السميل ديس أوردر حاسة الشم عدنا بعض المصطلحات هايبوسمية يعني أكواحد يشم الريحة على بعد أمتار أكواحد لا ما ما يقدر يميز حدة السميل مالت انسومية هذا توتال لوس ما عد من ينفقد حاسة الشم وهذا تزبه فرست فرزنتيشن أول سمتم اللي هي فق فقدان حاسة الشم بالكورونا ودائما دائما فقدان انسومية وي ريدكشن بالتست اللي يفقد حاسة الشم يفقد حاسة في نفس الوقت شنو الاتيولوجي شنو الاتيولوجي ممكن أورغانيك يعني عدك نيزل أبستركشن تغيير بحاسة الشم ممكن كوندكتب أو سنسري انت عدك وين منطقة بالنيزل كفيتيت تعدك ريجين موجودة بالروف وعدك بالأبر ريجين فإذا عدك بالروف ممكن يصير بالليجين ممكن بالميوكوزة أو بالأولفكترين يسميه نيورال أورغانيك أو فانكشنل الالسايكاتريك ديس أوردر زين شيزوفرينيا ديبريشن أو ميليجنرس المتمارضين يجوا يقولك فاقد حاسة الشم كمالتي والذوق أو قلنا مفليش قلنا أورغانيك أو فانكشن الأورغانيك مفليش كوندكتب كل الكوزز اللي يسوينا نيزل وفستركشن يسوينا ممكن يسوينا تشينجز بالسميل أو سنسري أتروفك أو توكسيك فيوم رائحة كلش المواد كيميائية ممكن يسوينا هاي مثلا قدك توكسيك أو راينايتس أتروفك راينايتس وطلعنا بعد السميل بالسميل فرونتال لوب شوف مركزين على الفرونتال لأنه سنتر مالسميل موجود بالفرونتال لوب أو فونكشنال قلنا أما أورغانيك خوندكتو أو نيورال أو فونكشنال لها السايكاتريك والمليغنرز المتمارضين شنو الانفستيجيشن نسمي هي عبارة عن أسئلة تجيب لها روايح وهذه روايح مركزة أو شديدة وتسألة وتشوفها وتشوف السنس مالتا الأولفاكتري فونكشن تست قطل وبراوحة ونقدر يميزة أو لا اندوسكوبك حتى نشوف الاندوسكوبك نشوف الكوزز و راديولوجيك الاجامنش والتريتمنت هو عبارة عن التريتيد أو باكوزز تريتيد أو باكوزز لديك أذر الأولفاكتري سيمتم بالإضافة إلى بالإضافة إلى فقدان حاسة الشم وباو أكو أذر أولفاكتري سيمتم جي كلمري ويقولت باني داحس أكو باد آدرز دين باد آدرز لاحس سميها باكاسوس ميا باد آدر هذا المبورتن الكوزز مالتا فورن بادي فتشولة دنتل نفس الكوزز مالنازل أبسترکشن تقريبا أو الدسجار باد آدر أو هايپر سومي هاي باوسمي هاذا عدا يستم ريحة دين البرسيبشنز مالتا حاسة الشم تكون كل الشديدة وهذا يصير بالستري كاينين بويزنين مادة سامة من يستنشقها يحس أنه حاسة الشم تزادت باوسمي هذا هاذا أني بلس تغيير بحاسة الشم مالتا هذا فاكوجينيك أو سيهانيس ديزيز أو عدنا أولفكتر هالوسيناشن سامع واحد يقولك دائما أنا اشتهم ريحة مطيبة هو أيضا هو أصلا موجود هذا الريحة هي موجودة بس هو عد الهالوسيناشن يتخيل أقو ريحة وهذا نوع من الفت نوع من الصرع يسألو يقولهم أنا أشتم أو أشتم فد ريحة معينة وهي أصلا موجودة ريحة بال انفينيت فت إذن خلصنا تقريبا الجولة أخذنا جولة طويلة على signs و symptoms of nose and paranasal من nasal obstruction nasal discharge epistaxis or change of smell أي سؤال أنا حاضر شكرا جزيلا